طيب إحنا معنا واحد حبيبك توقمك أو أنت توقم مع بعض بدأت من مع بعض من الخارج وكده مع مصر كملته وحققته دوري عام وحققته بطولة إفريقيا حميلة كابتن طاعة طبعا لها الكوفودرالية دلوقتي معناك كابتن طاعة نشوفها هيقول إيه ونرجع تنكمل كلامنا طيب طبعا الحقيقة علاقتي بالدكتور عمر علاقة يعني عميقة ومن مدة طويلة جدا يمكن لما كان دكتور عمر بيدرب فريق كان فريق التحت معرفشة 14 سنة حاجة زي كده بس ده كان فريق الأحلام كان فيه طاهرة وزيد وكان فيه علاقة ميهوب وكان فيه ضياء السيد مجموعة كده من اللعبة اللي هم اللعبوا لكده في الدرجة الأولى بشكل كبير جدا وكان هذا الفريق يعني كان بيلعب ماتشاته يوم الجمعة صبح قبل الصلاة بساعة عشرة وكان أيام ملحوم الفريق مرتاجي كان رئيس النادي الآلي كان يحضر المباريات دي وجمهور من أعضاء النادي كتير كان يحضره لهذا الفريق لأن الفريق ده مليان من المواهد وهو الحقيقة ضرب هذه المجموعة ونجح بيها نجح كبير جدا وأنا في فترة دي كنت مسؤول عن قطاع النشئين لفترة بسيطة في النادي الأهلي وبقى أحنا علاقتنا كمان في كل التربير يضي أيضا يعني فيمكن أول شغل اشتغل عمر معايا فيه كنا في الإمارات مع نادي النصر الإماراتي وأيامها احنا عملنا قطاع للنشئين من فرقتين 14 و 16 سنة و 18 سنة و طبعا كان اختيار العمر ليس يعني ليس مجملة يعني مش عشان أنا إنما لتوسمي في أنه عنده مهلات و عنده إمكانيات جيدة جدا إمكانيات احترافية منضبط في عمله حتى مع ناشئين توقيتات عملوا مع اللاعبين مثل أعلى يعني الحقيقة شفت فيه يعني مواهب كبيرة جدا في التدريب و نموه احترافية منضبط بيشتغل وفق منهج جيد مش عشوائي بيحضر لتدريباته بشكل كويس علاقته باللاعبين علاقة جيدة و في نفس الوقت علاقة احترافية يعني أنا معتز جدا بزمالة عمر و صداقة عمر معايا و أخوته معايا و مرافقته لي في كل الأعمال اللي تمت دي كلها و مع الأجيال اللي اشتغلناها برضو ما هي مقترنة بيها فترة غنية و سخية يعني فالحمد الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يديم عليه الصحة هتقول ايه بقى العبيلة الدكتورة حبيبي يقول ايه بس كابت طه بيقول كلام كبير جدا لوحد ما يستهلوش يعني لا ازاي بقى لا كابت طه قمة و قامة ومثل أعلى للواحد في كل المجالات خصوصا المجال الديني المجال الديني أستاذ ربنا يديله الصحة و العافية المجال التفتيكي معاملة اللعيبة كل انتوا عطوا في فريل أول سنتين عدنا سنة واحدة سنة واحدة حققت فيها كم بطولة عملنا هما المطولتين سنة نهي بطولة تدقل المطولت الدوري و كأس الكوس الأفريقي يعني كسب لها كل أفريقيا و كسب لها الدوري طيب